إيه خطورة في إن كده كده ما فيش إذاق أو ضرر هيحصل فإيه لموش كده أنا أطلع الطاقة السلبية اللي عندي وأجذب طاقة تاني إيجابية يعني ما فيهاش أي ضرر فكرة يعني محتاجين نعرف نقطة مهمة جدا نقطة الأولى إحنا بالسؤال اللي فات قلنا إن ده مش علم أساسا والتقرير اللي إحنا سمعناه إنه إن ده لا يمت بالعلم بأي صلة لكن هو شيء مختلف إيه هو الشيء المختلف بقى شيء مختلف إنه قانون الجذب ده بحسب العبادات الوسانية الأديمة زي ما شفنا في التقرير وزي ما قلنا في السؤال الأولاني واستمداد طاقة الكي بحسب الثقافات الأديمة سواء الهندوسية أو اليابانية أو الصينية حاليا لأن ده أكتر شيء منتشر في الصين دلوقتي حاليا كانوا بيؤمنوا بحاجة ومازالت موجودة حاجة اسمها وحدة الوجود وحدة الوجود دي مذهب فلسفي بيؤمن إنه الكون والله هو شيء واحد بانسايزم اللي هو إنه البقرة والشجرة مثلا ويه وانا ده الله دول كلهم اسمهم الله دي حاجة اسمها وحدة الوجود فالله ليس هو سوى الكون كله لا يوجد الله لكن الكون كله يمثل الله نحن نؤمن إن الله خالق كل شيء موجود في كل مكان حل فيه كل مكان ولكن ليس كل شيء هو الله ففق واحدة الوجود بيؤمنوا إنه كل شيء هو الله فأنا لما بنت إيدي للكون أستمد قوة أو طاقة كونية هنا إنه الوجود أو الأرض أو الكون أو الشمس أو الأمر هم الله في حد ذاتهم دي النقطة الأول من نقطة الثانية في العبادات والثقافة اليونانية الأديمة قديس بولوس الرسول قال نقطة مهمة أوي قال انظروا في رسالة كولوسي لصحة الثاني انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة تفلسف الفكرة الفلسفية الكونية وبغرور بط حسب أركان العالم عاوزين نقف عند أركان العالم أركان العالم في المعنى اليوناني للكتاب المقدس بتتكلم على قوة أو عناصر الكون الأولية اللي مسيطرة على العالم لأنه في الغنوصية الأديمة الهرطوقية كانوا بيعتقدوا إن فيه قوة كونية بتسيطر على أركان العالم الأربعة فكانوا بيؤمنوا إن القوة الكونية دي هي اللي تتحكم في مصير البشر وكانوا بيعتقدوا بأرواح النجوم وأرواح الكواكب وإن هي اللي بتحدد المصائر بتاعة البشر واللي جي منها بعد كده فكرة التنجيم إنه النجوم والكواكب بتحدد المصائر بتاعة البشر وبالطبع بولس الرسول أشار إنه القوة الكونية دي الخطر دي اللي هو كان العالم القديم بيؤمن به اللي متحكم فيه حاجة اسمها ولاة الشر اللي في آفاس الستة الولاة دول ناخد مثل ليهم في سفر دانيال لما كان الملاك جاي برسالة من الله إلى دانيال قال له أنا جاي بقالي 21 يوم ولكن أعاقني رئيس اليونان رئيس اليونان ده معناه إن ده واحد من الرؤساء من القوات الشر الروحية اللي بتسيطر على دول لأنه مملكة إبليس رأساء وفيه سلاطين وفيه ولاة وفيه أجناد شر الروحية لما بيتكلم على الأرواح المسيطرة في العبادات القديمة بحسب الثقافة اليونانية القديمة إن فيه حاجة اسمها قوى الكون الأولية قوى الكون الأولية اللي هي جاد بعد كده الكي مثلا في الصينية أو في مصر بيسموها في اللغة العربية الطاقة الكونية فمبساطة جديدة جدا أنا لما بيدي إيدي كده علشان أخرك طاقة سلبية فبقى أستمد طاقة سلبية أسوأ منها للأسف لأنه أنا بقى أحط نفسي في تزديق لأن فيه قوى كونية إبليس له قوانين مملكة الشر ليها قوانين أدي مثلا بسيط أنا لو مش عارف أو أجهل أو أخد الموضوع بهزار وحطيت صابعي في فشة كهربة هل الكهربة هتقول أن ده مش ياخد باله مش هتكهربني حتى لو طفل صغير وجه حط صابعي في فشة كهربة هيموت دي قانون مملكة إبليس لها قوانين قوانين مملكة الشر من ضمنها مجرد التزديق بفكرة معينة كل قوانين المملكة تسري على هذا الشخص عشان كده قديس أغسينوس كان له تعبير مهم قال إن الحذر المزعج خيرا من المجازفة يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إنه لابد إنه في أمور بتحصل في العالم أنا هاخدها فن أنا هاخدها هزار أنا هاخدها وينوت أنا هاخدها عادي إبليس ما بيخدهاش عادي له قوانين يمكن السؤال مهم وده جي في الشباب لما قدموا فيه تذكر إنه ممكن يحصل شفا ممكن يحصل حاجة آه ممكن طيب عن طريق إيه لحصل إزاي؟ ده نقرأ فيه مثلا سفر التسنية الإصحاح 13 حاجة مهمة أوي يقول كده في سفر التسنية الإصحة 13 إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو عجوبة ولو حدثت الآية أو العجوبة التي كلمك عنها هتحصل ممكن تحصل؟ آه ممكن تحصل قائلا لنذهب وراء آله أخرى لم نعرفها ونعبدها هي هنا الخدعة الخدعة إيه هي ببساطة؟ إن كنت أنا أنال الشفاء والثروة والصح وكل ما أتمنى من الطاقة الكونية المحيطة بي فما تداعي لوجود الله؟ هي ده اللعبة اللي بتتلعب فيه المنطقة دي بمعنى إيه؟ إنه فيه في سفر صفانية الإصحة الأولاني آية مهمة وخطر ولازم ننتبه ليه إنه الناس بتيجي في الأوقات اللي هي بتلاقي فيها حاجات زي كده وإن هي بتنال صحة بتنال قوة بتنال شفاء بتنال 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 تقول الرب لا يحسن ولا يسيء فأنا أعمل إيه؟ أنا قدامي طاقة بتقول لي خد شفاء خد 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 طب ودوة يحصل؟ آه ممكن يحصل طالما أنا صدقته ولما بصدقه إيه اللي بيحصل ده بيبقى الصغرة للمدخل بتاع إبليس يعني قدي مثال في الكتاب المقدس أيوب الصغرة اللي دخل منها إبليس لحياة أيوب ويأزاه يقول كده أيوب فيه السفر أيوب في الإصحاح التاني الذي فزعت منه أتاني بمعنى إيه؟ كان عنده خوف ورعب من ثلاث أشياء ممكن يحصل له خايف على صحته خايف على صروته خايف على أولاده ده كانوا صغرة بالنسبة لإبليس فلما خاف دخل إبليس في النقطة دي لكن مش طاقة سلبية أثرت فيه لكن بنلاقي في القصة أنه إبليس نفسه هو اللي كان دخل عن طريق الفكر السلبي اللي إبليس أيوب فكر فيه لكن ده يا أستاذ فليبي يختلف عن الإيمان يعني لو حد يصدق في الطاقة الكونية وأخد كل عايزه وتمنيه أنا كإنسان مؤمن وعندي إيمان هل ده يختلف عن الإيمان؟ طبيعي لأنه لابد أن احنا نفهم دايرة عملنا إبليس في النقطة دي إبليس بيشتغل في إيه؟ إبليس بيشتغل أنه يقول للإنسان أنا ممكن أديك وبصورة أسرع وبصورة بسيطة جدا ما لا يعطيها الله سوى بالإيمان وبالتصديق مجرد أن أنت تصدق أن في طاقة كونية بدها لك شفاء صحة أكل شرب اللي أنت عاوزه ودوة اللي في الأيام الأخيرة في سفر الرؤية بيتكلم عنه أنتم ما هيحصل ضيق أو أزمات الناس عاوزة تاكل عاوزة تشرب عاوزة صحة عاوزة 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 تلاقي في شخص يقول لها شبيك لبيك بس ببساطة أنا أديك كل حاجة أنت تتمنها ولكن تسجد لي تحط العلامة دي عليك عشان تقدر تاكل تقدر تشرب تاخد صحتك تاخد كل اللي أنت نفسك فيه الإيمان هو التصديق في شخص الإيمان لا يعني أنه أنا أمنت بالرب أني لازم أنال ما أنا أرغبه الله يعطينا بحسب غنى مجده وبحسب غنى إرادته الصالحة الكاملة المرضية الإيمان في شخص ولسه الإيمان مبني على أني بأؤمن بالله لأنه بيعطيني الرب أعطى الرب أخس لكن اسم الرب مباركة هو ده الإيمان بتاعنا ببساطة أنه بؤمن بشخص بغض النظر أن الشخص ده هيديني ما أنا أرغبه أو لا يعطيني يكفيني شيء واحد من الله أمنت بيه ده قدم حياته لي فأنا مش مستني أني نقدم لي شوية أمور أرضية عشان كده الكتاب يقول إيه يقول آية مهمة جدا إن كان الرب لم يشفق على ابنه بل بزالها ولأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء إزاي أصدق إنه الله ما يهبنيش كل شيء دقاؤي